سعدنا أن تكون أولى فقرات هذا البرنامج لهذا اليوم الجميل والمميز معكم الدكتور حسن خريشي عضو المجلس التشريعي أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا بكم دكتور لا شك أن الوضع السياسي بشكل عام هو وضع ساخن القضية الفلسطينية هل نستطيع أن نقول بأنها مثلا في وضع وفي موقف حرج أم بداية أيضا لتسليط الضوء من جديد على القضية الفلسطينية خاصة وأننا الآن نطرح حق أيلول استحقاق أيلول كيف الدكتور حسن خريشي يتابع يهتم موقفه من هذه القضية يعني أولا صباح الخير لكل أبناء شعبنا في كل مواقعهم في كل مواقع التي تواجدوا فيها أنا أعتقد الآن بهذا الظرف هناك ظرف حساس مرحلة تاريخية جديدة مرضها شعبنا وقضيتنا الوطنية الفلسطينية وأعتقد أن الخطوة القادمة التي نحن مكبني عليها هي خطوة بالاتجاه الصحيح لأنه طالما نادينا جميعا بأن نعود إلى الشرعية الدولية من أجل تثبيت حقوق الشعب فلسطيني على اعتبار أنه أولا وصلنا إلى طريق مزدود بالمفاوضات عدوان متصاعد إسرائيلي متمثل بالجدار بالعدوان بالاعتقال بتهويل مدينة القدس وبالتالي لم يبقى لنا شيء نخسره وبالتالي هذه الخطوة كانت خطوة شجاعة بالاتجاه الصحيح نأمل أن تستكمل في الأيام القليلة القادمة بعيدا عن الضغوط التي تمارسها أمريكيا إسرائيليا أوروبيا وحتى بعض أشقان العرب من أجل على الأقل الذهاب لأمم المتحدة لنقول لكل هذا العالم المسؤول أخلاقيا وقانونيا عن نكبة الشعب فلسطيني أنه الآن آن الوقت أو حان الوقت لإنصاف الشعب الفلسطيني من خلال على الأقل إعطاء عضوية إعطاء فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة هذه الأمم المتحدة هي نفسها التي صوتت لجانب قيام دولة الاحتلال لكن بشروط الاعتراف بـ 181 وأيضا تنفيذ 194 والأسف الشديد أكثر من 60 عاما ولم يتم تنفيذ أي من هذه القرارات الآن نحن نعود إلى الأصل إلى الشرعية الدولية التي أولدت الكيان الإسرائيلي وبالتالي أنا أعتقد هذه خطوة إيجابية نأمل أن لا يتم التراجع عنها تحت أي صيغة من الصيغ هناك صيغة توفيقية تأتي وبالتالي أنا أعتقد أتأمل بأن رئيسة عمود عباس أن يستمر بهذه الخطوة حتى لا يوجد لنا شيء نخسره حتى يبدأ مرحلة جديدة يشعر المواطن الفلسطيني أن هناك احتلال وعلينا مواجهة هذا الاحتلال إما بالمقاومة التي يفهمها أو إما بالدبلوماسية الفلسطينية التي الآن تحقق نجاحات بالرغم من بعض الأكوال هنا وهناك لكن هناك أنا أعتقد أن هذه خطوة تاريخية إيجابية بالاتجاه الصحيح نعم خطوة إيجابية وبالاتجاه الصحيح ولكن أليس غريبا على المجلس التشريعي لغاية الآن مثلا أن يكون هناك اجتماع طارق أن يبادل لعقد اجتماع أو لقاء المجلس التشريعي حتى يناقش هذه القضية الحاسمة والمفصلية في تاريخ الشعب الفلسطيني يعني أنا واحد من الذين يؤمنوا أنه غياب المجلس التشريعي وغياب الديمقراطية الفلسطينية وغياب لا ركن أساسي من أركان السلطة الوطنية الفلسطينية والمسؤول عن ذلك ودائما نصرخ نقول لابد من عقد اجتماعات المجلس التشريعي على الأقل يأخذ دوره بالحياة السياسية الفلسطينية نحن ذاهبون إلى مفصل تاريخي حقيقي وبالتالي هذا المجلس اللي بمثل إرادة الشعب الفلسطيني يجب أن يقول كلمته لكن للأسف حالة الانقسام مستمرة سمعنا كثيرا عن أنه في اتفاق مصالحة توقيعه سمعنا عن شهود حضروا هذا التوقيع لكن لم نسمع من شهود تزور أي كلمة حول تنفيذ اتفاق المصالحة ما زلنا الشعب الفلسطيني ما زال ينتظر تنفيذ هذا الاتفاق لكن لم ينفذ منه ولا بند واحد بالرغم من الأقوال المعسولة والجميلة اللي بيسمعها من كلا الطرفين هذا بيقول سننفذ الاتفاق سننفذ الاتفاق لكن للأسف الشديد الاتفاق ما زال أمامنا ولم يتم تنفيذ أي بند من بنوده حتى البنود القليلة وبالتالي أهلا بعتقد عقد جلسة مجلسة الشعية مستند أو مرهون بتنفيذ اتفاق المصالحة الذي لم ينفذ حتى هذا الان لماذا لا تكون هناك مبادرة أو كبادرة خيرة مثلا من أجل الدعم التوجه أنا لو قمت أنا الآن دعوت لعقد جلسة مجلسة الشعية لن يحضر أحد لأن الموضوع هو موضوع سياسي بين طرفين بشكله 95% من المجلسة الشريعية وقلت لك أنه يعني بلوم شهود الزور اللي حضروا اتفاق القاهرة ووقعوا وسحجوا المفروض هؤلاء الناس يقولوا كلمة بهذا الموضوع لأنه الشعب الفلسطيني بنتظر حدا يطلع يقول أنه بدنا ننفذ اتفاق المصالحة لأنه يا الله ما أجملها لو كل هالشعب الفلسطيني ذهب موحد بأدواته موحد بين فتح وبين حماس على الأمم المتحدة لنقول لكل العالم الشعب الفلسطيني بكل أطيافه السياسية بكل مواقفه بكل شخصياته بكل رموزه يقف خلف هذه الخطوة لشرعي دولي حتى على الأكل العالم بيحترمنا أكثر وأيضا أشقائنا بيحترمنا أكثر وإحنا الفلسطينيين سنحترم أنفسنا أكثر ونتضامن ونشارك هذه الخطوة ونتظاهر كما فعل الجزائريين الجزائريين عندما عرضهم على الأمم المتحدة كل الشعب الجزائري يطلع على الشوارع قعد أيام طويلة في الشوارع والعالم يعني بالرغم ما كانش فيه زمان يعني إعلام كثير وقرية إعلامية واحدة والدنيا كلها بتسمع بعض الآن مطلوب مننا إحنا الشعب الفلسطيني أنه نتحرك بهذا الاتجاه حتى العالم يقول أنه فعلا هذول يقفوا خلف هذا المطلب بشكل كامل وتكامل للأسف الشديد أنا بلوم الطرفين على عدم تنفيذ اتفاق المصالحة وبلوم كمان من شاهد ليس ضد هذا التوجه بشكل عام يعني أنا بقول ما في حدا يعني أنا خلينا أقول بشكل واضح أنا لم أسمع من فلسطيني واحد بهذا الكون بهذا العالم أنه ضد هذه الخطوة لكن هناك من يراكب أو من هو متخوف أنت ماذا تقول لهؤلاء لا يراكب ولا يخوف أنا بقول أنه كسم من الذين يعني تراهم يعني غير مرتاحين لهذه الخطوة على اعتبار أنه والبعض ياسوك ببرر أنه هذه خطوة انفرادي تمام يذهب بها السلطة لوحدها أو تذهب بموضوع التحليل لوحدها أو الأخري هذا تبرير يعني أنا بقول أنه تبرير محق لأنه إحنا كل شعف الصين بده كل الناس تذهب بكتلة واحدة بجسم واحدة الآن أجد دور الشرعية الدولية اللي أنتو تحكوا عنها يعني طوال الفترة السابقة الآن بدكم تعطونا حقوقنا زي ما أعطيته أو على أقل بدلاش حقوق كاملة بدنا تعطونا عضوية كاملة في الأمم المتحدة زينا زي أي دولة في هذا العالم أو تنفيذ الشك الثاني من القرارات القرارات الشرعية الدولية التي اعترفت في إسرائيل بعد ذلك ينفذ ولم ينفذ الشك الآخر بعد ذلك يتبع الخطوة الأولى هو أن نكون أعضاء كاملين في الأمم المتحدة مثلنا مثل كل دول العالم المئة وثلاثة وتسعين السابقة ندرك أنه هناك صعوبات هناك ضغوطات لكن أنا بأعتقد هناك عملية تراكمية لابد لأن تؤدي إلى نتائج صحيحة في المستقبل مدامنا نسير بخطة صحيحة لكن مطلوب في المرحلة الحالية أنا بقول لأيام قليلة بأعتقد أنه مطلوب من الكائد الفلسطيني ومش من الكائد الفلسطيني من الرئيس محمود عباس أن يخرج إلى المواطن الفلسطيني ليقول له وبالحرف الواحد ما الذي يريد أن يصنعه نحن كقيادات للشعب الفلسطيني نعلم ما هي الخطوات بالتدريج لكن الشعب الفلسطيني المواطن العادي حتى يدعم هذه الخطوة بشكل يخرج إلى الشوارع المفروض أن نبلغوا حقيقة ما سيدور يعني شو الترتبات أولا سنذهب للأمم المتحدة نقدم خطابا نقدم طلبا لمجلس الأمين ثم للأمم المتحدة لن نقبل بكذا سنقبل بكذا هذا الكلام المفروض المواطن الفلسطيني يعيه تماما حتى يكون على دراي بالحقائق كما هي وبالتالي هو ضميره وطنيته ستقود إلى الاتجاه الصحيح اللي هو دعم هذه الخطوة وبعتقد أنه أنا وكتش أنه في فلسطين واحد ضد هذه الخطوة هناك تبريرات من هذا طرف ذاك وكل التبريرات التي تفسك في وجهة نظري هي صحيحة باعتبر أن كل الشعب الفلسطيني يريد أن يذهب بأدواته جميعا بالاتجاه الواحد الأحد أو الواحد يعني خلينا نقول لأمم المتحدة لكسب عضوية ولإغلاق الطريق أنا برأيه شخصي أن المفاوضة السمرة السنوات طويلة لم تؤدي لشيء وبالتالي الذهاب لأمم المتحدة الشرية دولية هذا مسار جديد نخططه الآن بعد أن وصلت الأمور إلى طريق مزدود ولم يبقى لدى الفلسطينيين لدى الشعب الفلسطيني بقليته شيء يخسر نعم لكن بالنسبة للضغوطات وهناك التصريحات أيضا التي تطالب بالعودة إلى المفاوضات وأيضا هناك من يقول أنه مثلا الذهاب إلى هيئة الأمم مثلا ليس بديلا عن المفاوضات كيف لنا كشعب فلسطيني كقيادة فلسطينية أن توازن ما بين الطرفين الذهاب والتفاوض أو العودة إلى المفاوضات يعني دعنا نأخذها بشكين الشكل الأول الضغوط التي تمارس على الكلاد الفلسطيني وعلى رئيس محمود عباس بشكل مباشر هذا الضغوط أمريكي وإسرائيلي ودعنا أقول جزء منها أيضا أوروبي بالاتجاه أن الطريق للدولة الفلسطينية هو طريق المفاوضة هذا جانب والجانب الآخر الموقف الفلسطيني العام الموقف الفلسطيني العام لا عودة المفاوضات دون وقف الاستيطان ودون موجود مرجعيات الآن هناك صيغ تقدم للكلاد الفلسطيني صيغ تكزم ذهابنا أو ستعيقنا عن الذهاب للأمم المتحدة وهناك إصرار فلسطيني حتى هذه اللحظة للذهاب للأمم المتحدة نسمع بعض أصوات النشاز أحيانا البعض يقول أنه إذا قدمونا لإسرائيلنا وما من خيارين إذا وقفوا الاستيطان لكم من شهر لن نذهب للأمم المتحدة هاي الأصوات يجب أن تصمت في هذه المرحلة لأنه خطوتنا هي الذهاب للأمم المتحدة دع الفلسطيني والكياد الفلسطيني تقول أنه سنعود للمفاوضات لا نعود للمفاوضات أنا بعتك الذهاب للأمم المتحدة لن يعيدنا مرة أخرى إلى المفاوضات وإنما إلى تنفيذ تنفيذ ما تم الاتفاق عليه طوال السنوات الماضية على اعتبار أنه هاي الدولي تخضع تحت هذا الاحتلال المجتمع الدولي مطلوب منه تنفيذ جلاء الاحتلال عن هذه الأرض وبالتالي أنا بعتقد حتى لو سمعنا التصريحات أن المفاوضات أولا وثانية وثالثا لن يعود أحد إلى المفاوضات مع الإسرائيليين بالشكل القديم اللي كان موجود وبالتالي هذه خطوة متقدمة تطلق المفاوضات بالشكل القديم طلاقا يعني لا رجعتها فيه وبالتالي أنا بعتقد هاي خطوة إيجابية بالرغم من تصريحات البعض أنه هاي سنفاوض وأولا وثانية أنا بعتقد لن يعود أحد إلى المفاوضات مرة أخرى باعتبار ذهابنا ونأمل أن نحقق إنجازا حققنا هذا الإنجاز فنحن سينيقع السكة صحية وأو لم نحقق إنجاز لأنه هناك تهديدات سواء كان بعض الأوروبيين والأمريكان والإسرائيليين باستخدام يعني الحقوق للأسف الشديد هم أجازوها لنفسهم باعتبار المجلس الأمن هو التعبير عن مصالح الخمس الكبار وبالتالي الخمس الكبار أحدهم لا يريد وبالتالي يعني بيصير بالسياسة الإسرائيلية أنا بعتقد هذا لن يعني يؤخر شيئا بالعكس سيعطي أولا سيحشر دولة الاحتلال في الزاوية اتنين سيعيد الوجه القبيح للإدارة الأمريكية اللي حاولت تسويق نفسها باعتبارها هي راعية للثورات هنا وهناك وبعتقد أنه هذا سيحرجهم كثيرا ومن هين الإسرائيليين بصرحوا أنها هي كومبولي ناوية وفلسطينية الذهاب لأمم المتحدة خلينا نقول أنه لا نمتلك لا كنابل ولا غيرنا نمتلك عقولنا ونمتلك معاناتنا اللي بالأساس بدنا يعني نقول لكل هذا العالم أنتم المسؤولين طوال أكثر من ستين عاما عن تشردنا عن لجوءنا عن ضياع قضيتنا والآن آن الوقت حتى نأخذ بعض من هذه الحقوق وأهم هذه الحقوق هو التزام أننا نلتزمين بالشرعية دولية في حين أن الأطراف الأخرى رعية مجلس الأمن رئيسة مجلس الأمن رئيس هذا العالم الإدارة الأمريكية تقف ضد تنفيذ الشرعية دولية وبعتقد هذا سيضع كل مواطن عربي أمام مسؤولياته ليقول أن هذه الإدارة الأمريكية مهما حاولت تجميل وجهها بكل منطقة بالعالم العربي فهي قاتلة أطفالنا قاتلة الملايين من أبناء شعبنا في العراق وفي أفغانستان وفي لبنان وفي فلسطين في كل مكان وبالتالي هؤلاء لا يمكن أن يكونوا معنا ولو فاوضنا الإسرائيليين أخرى مليون سنة لن يعطونا شبرا واحدا دون أن يكون لنا يعني خلينا نقول وسائل قوة هذا الذهاب الأمم المتحدة هي وسيلة قوة نمتلكها في الزمن اللي بنشوف يعني يعني أصبحت واضحة أمريكا لدى العالم مثلا بشكل واضح والآن هل العالم بسهولة أن يستطيع مثلا أن يقف بشكل أو بآخر ضد سياسة أمريكا خاصة ما حصل في الدول العربية وكيف تتحدث عن حقوق الإنسان والديمقراطية في الدول العربية وما يحدث في فلسطين الآن هذا سهل مثلا لدى العالم أن يتحرك بهذا الاتجاه ضد وأيضا سهل على العالم أن يتعاطف مع القضية الفلسطينية وبالتالي يصوت فلسطين دولة 194 أنا أعتقد أنه يعني هي مش مجابها مع الإدارة الأمريكية بالنسبة لهم هي يعني وقوفا مع يعني خليناكم قناعاتهم والصورة والصوت اللي بيسمعوه من فلسطين وجرائم الاحتلال اللي يعني فعلا بلشت يعني تعزل دولة الاحتلال عن كل هذا العالم عنصريتهم قمعهم لشعب خلسطيني تنكرهم لكل الحقوق وأنا بأعتقد يعني الأمريكان يصلوا لهذه القناعة يعني هم واصلين لهذه القناعة لكن الإدارة السابقة والإدارة الحالية وستكون الإدارة اللاحقة هي تعبير عن جملة مصالح لقودها اللوب الصهيوني في أمريكا وبالتالي هؤلاء هم بنفذوا السياسة الأمريكية أي بمعنى أن القرار الأمريكي في الجيب الإسرائيلي وليس العكس ومع ذلك هذا العالم بدأ يصحوا من غفوته اليوم نسمع أكثر من 94 نائب برلماني بريطاني بدهم يؤيدوا لهذه الخطوة نسمع المسؤولين الرسميين الأوروبيين يعني أوروبا ما زالت هي خلينا نقول ناكلة الرسائل حاملة الرسائل مش مؤثرة هي مانحة لكن هي مش مؤثرة بالموضوع السياسي يعني في الشرط الأوسط لكن أنا بقول في حالة ململي لدى البرلمانيين وفي حالة ململي لدى شعوبهم وأنا بأعتقد يعني أشتن وغير أشتن اللي بحاولوا يفرضوا صيغ منمكة قليلة هذول بيعبروا عن الرأي الأمريكي وليس عن الرأي الشعبي الأوروبي وأنا بأعتقد أنه سنحصل في الجمعية العمومية الأمم المتحدة على عدد كافي من الأصوات على اعتبار أنه دائما كل العالم منحاز لقضية الشعب الفلسطيني ضد الظلم وضد الاحتلال باعتبارنا نحن آخر بلد كل الاحتلال اللي عاشتها كل الشعوب على مدى القرون السابقة والقرن الحالي نعم وكل ذلك دكتور ربما أن يكون مثلا أن يقف في التوجه الفيتو الأمريكي أو الفيتو الأمريكي هو صد لكل البرلمانيين بهذا الاتجاه أن يكون ضد أو يصد هذا التوجه الفيتو الأمريكي أنا أعتقد الفيتو الأمريكي سيكون إذا استضموا بذلك سيكون حافز حافز لكل شعوب هذه المنطقة لتدرك تماما وجه أمريكا وتدرك أنه كل الفيتوات التي استخدمت من قبل الإدارة الأمريكية على مدى الستين عاما الماضي كانت مع الإسرائيليين ضد الفلسطينيين ثلاثة فيه فيتوات كثيرة استخدمت ضمام دول الأمم المتحدة يعني كثيرة لكن أنا بعتقد أنه في هذا الوقت بالذات عندما نشوف أنه كل العالم سيقف معنا باستثناء الإدارة الأمريكية فبعتقد أنه هذا إنجاز يحسب للشعب الفلسطيني وبعتقد أنه هذا بداية مرحلة جديدة هناك هذه المرحلة لنستطيع أن نقول أن الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية تقود العالم الآن أنا بعتقد خلينا نقول نأخذها بالوضع الإكريمي هناك متغيرات كثيرة حصلت في العالم العربي أهم هذه المتغيرات هو ما جرى في مصر تغير نظام حسن مبارك الوكيل للاحتلال وشفنا كيف الشباب العربي المصري تبعون الثورة اللي راحوا على السفارة الإسرائيلية وأنزلوا العالم وطردوا السفير الإسرائيلي هذه خطوة متقدمة جدا هذا صار عندنا شعب حر امتلك إرادة حرة لن يقبل صهيوني واحد على أرض عربية لا تنسى الموقف في التركيا أيضا دعنا نكمل وبالتالي الآن عند العرب الآن في الأردن هناك خطوة ممشابها الأتراك خطوة متقدمة أيضا صار عندنا محور تركي دعني أقول أيضا محور المصري وعندنا محور أيضا إذا البعض بدأ يجعل محور إيراني هذا المحاور الثلاث أنا أعتقد محاور تخدم القضية الفلسطينية بغض نظر عن أجندة كل واحد فيهم لكن بقول أن الشعوب الآن شعوب حرة امتلكت إرادة حرة وبالتالي من يكون حرا لا يمكن أن يقبل الظلم ولا الاحتلال له أو لشقيقه العربي والمسلم نعم دكتور شيء أخير خاص بالنسبة للضغوطات التي تمارس على الشعب الفلسطيني بالفترة الحالية مثلا مسألة الرواتب هي نوع من الضغط مثلا على الشعب الفلسطيني هناك ضغوطات على الأسرة هناك استفزازات المستوطنين كيف يمكن للشعب الفلسطيني أن يخرج من هذا المأزق أيضا موحدين حتى يكونوا أيضا موحدين بالتوجه للأمم المتحدة يعني أولا أنا رأي أنه يجب الإسراع ما زال هناك بعض الوقت لتنفيذ اتباك المصالح نعم ودعوة كل القوة تعالوا إحنا ذهبي للأمم المتحدة وأنت جزء منهم وأنا جزء منهم نعم بدنا نذهب للأمم المتحدة وبدنا الجميع أن يقف خلف هذا الخطوة واللي عنده اعتراض يطلع يحكي لأنه فيش فلسطيني عنده اعتراض للذهاب لشعرية الدولية ثلاثة أما قضية المستوطنين فبعتقد أنه هناك تحذيرات كانت دائمة أنه هناك قوة من المستوطنين إرهابية منظمة هي اللي بتعمل يعني خلينا نقول اللي بتتخوف المواطن الفلسطيني حتى تترضو منهجروا من أرضهم هذا الحكي أصبح مفهوما لدينا وإحنا قادرين كشعب فلسطيني بدل المستوطنين سد الطرق في يعني يعني في أساليب كثيرة إحنا ممكن أن نواجه هؤلاء والجانب الآخر الضغوط اللي بنكون عنها الأمريكي والإسرائيلي إحنا شعب تحت الاحتلال خلينا نعيد العلاقة ما بيننا وبين الاحتلال لوضع الطبيعي الوضع الطبيعي وعلاقة تصادمية ولا يتطلع علاقة في آي بي ولا انتظار يعطوني رواتب ولا آخر لكن الجانب الآخر المهم وأنا يعني بأسفني أقول أنه في بعض بعض مننا نعم يريد إجهاض هذه الخطبة جزء من هذه الأزمة العودة للمنظومة الأخلاقية اللي فرضت على المجتمع الفلسطيني أنه الموول الموول هو المكرر الآن الشعب الفلسطيني يذهبوا يريد أن يقلب هذه المعادلة أنه إحنا سواء مولوا أو لا مولوا قضيتنا الوطنية أهم بكثير من أموالهم وبالتالي بنقول لهذه الناس أنه لديكم من الأموال ما يكفي يعني بالأساس كان مفروض يكون في خطوة على أقل أنه أنا مجهز حالي مجهز حالي كيف عن طريق جبهة الداخلية مقويها مدعمها لدي من الأموال ما يكفي على الأقل لسد أي فراغات أو نواقص هنا وهناك وبالتالي أنا أعتقد هذه الأموال موجودة لكن نحن ما زلنا بحاجة لمراقب حقيقي على أداء من يتحدث عن أنه فيش رواتب فيش أموال العالم العربي به من الأموال الكثيرة جمعيات العربية منظمات كل العالم يستطيع تقديم المساعدة لنا ويكفي أن نقول أنه العرب قصروا معنا وأنه الأمريكان والأوروبيين أعطونا أموال لا ما بدنا إش لا أموال الأوروبيين ولا الأمريكان بدنا أموال أمتنا العربية هذه الشعوب التي تحررت وأمتلكت إرادتها أنا أعتقد قادري على دفع كل التكاليف للشعب الفلسطيني ليبقى صامدا وليبقى حرا ويذهب بإرادته الحرة بعيدة عن كل الضغوط والمال السياسي اللي بخلق حل تبتزاز يعني أنا أعتقد يعني الغالبية العظمى من شعبنا لا تريد شكرا جزيلا دكتور حسن خريش على هذا الصباح الجميل معك